في اليوم الأول من العام الجديد يسجل حدث مهم يجمع بين المساحيين المحليين والحجاج في كاتدرائية بطرياركية القدس للاتين وذلك من أجل الاحتفال بأمومة مريم أم الله ويوم السلام العالمي وانضم إلى الحفل مجموعة من الكشاف الفرنسي ترأس الاحتفال المنسونيور بير باتيستا بيتسابالا المدبر الرسولي لباطرياركية القدس للاتين بالاشتراك مع المنسونيور ليبولدو جيريلي القاصد الرسولي في القدس ولا فرانشيسكو باتون حارس الأراضي المقدسة والمنسونيور ماركوزو النائب الباطرياركي للاتين والمنسونيور ويليام الشوملي النائب الباطرياركي للاتين في الأردن والمونسونيور كمال بطحيش والأب بيرنار ماريا ألتر رئيس الرهبان البنديكتيين في كنيسة الرقاد والأب ريني هاسكوت رئيس الرهبان الترابيست في اللطرون وعدد كبير من الرهبان من جماعات دينية مختلفة وقال المونسونيور بيتسابالا في عظاته بعنوان العمل السياسي وملكوت الله إن الإله الذي ولد بيننا وضع بداية الملكوت على الأرض وفي مدننا يبني المساحيون ملكوته بالاشتراك معه إن الملكوت هو ما يعطي تعبيراً للأسلوب المسيحي الجديد ليس على المستوى الشخصي فحسب إنما أيضاً على المستوى الاجتماعي وقد شدد المونسونيور بيتسابالا على أن السياسة هي كل ما يبني السلام ويدافع عنه وينظم من خلال المعايير الخاصة به الحياة الاجتماعية السياسة الصالحة تكمن في خدمة السلام كان هذا هو عنوان الرسالة التي أرسلها قداسة البابا فرانسيس من أجل الاحتفال بيوم السلام العالمي إن ملكوت الله لا يكمن في المدينة التي بنيت إنما هو عبارة عن مدينة قيد الإنشاء كونها تتواجد في العلاقات بين الشعوب لذا فنبناء ملكوت الله يعني البناء باستمرار في المدن حيث نعيش في واقعنا الإنساني العلاقات حسب تعليم السيد المسيح ونحقق الكرامة والمستوى بين الرجل والمرأة والعدالة والمغفرة عندما نعمل من أجل هذه القيم نبني ملكوت الله وفي نهاية الاحتفال تبادل المحتفلون التهاني بالعام الجديد وتركزت التهاني والأمان بمجملها في البركة الواردة في سفر العدد ليبارككم الرب ويصنكم ليشرق الرب وجهه عليكم ويحن عليكم ليلتفت الرب بوجهه إليكم ويمنحكم السلام أمنية اليوم بالأخص لكنيستنا في القدس والكنيسة في العالم أجمع أن نكون سياسيين جادرين بمعنى أن يجيد الناس بناء ملكوت الله في مدنهم بقدرة الله وحده